للوهلة الأولى يظن الرأي أن جنات طفلة لا تتجاوز الثلاثة أعوام أو أكثر بقليل لكنه لا يدري أنها تجاوزت السابعة واقتربت من الثامنة من عمرها فمراض الشلل في الدماغ هد جسمها وأنهى كعودها وتركها طريحة فراش تستجدي دعما لإنقاذها مما هي فيه فالوالد عاجز عن ذلك هو بالكاد قادر على حمل قوت يومه في نهاية نهاره لبقية أطفاله ولا سيما لحاجتها لأدوية وعلاج لا يتوفر لا في مدينته الديوانية ولا في محافظة القادسية إنما في خارج العراق كما قال صار الساعة السابعة وستنون الصباح أدفع عرباني يوم عربان يوم عمالة يوم عمال أجيب المسور للبيع ما عندني مريضة درجة العجز مئة بالمئة كل علاج ما لنا بالعراق كله إلا خارج العراق ما عندهم كان يوديها بره والدتها تقوم بما تستطيع أن تقوم به يوميا لمساعدتها في البقى فجنات بحاجة لوالدتها في كل أمورها اليومية هي تبقى في المنزل بين أحضان العائلة فلا مدرسة كبقية أقرانها ولا حتى علاج سوى من مسكنات تخفف الألم ربما ما يخفف وطأة جنات حنان أخوانها وحبهم لها مع أنهم يتمنون أن تكون بينهم تلعب وتمرح ووالدهم تخنقه غصة فهو يعرف الطريق إلى الحل لكن ما بيده حيلة ففقر الحال يخنقه وما يخنقه أكثر عدم اهتمام حكومي بحالته كمواط أولا وكأب لمريضة بحاجة لأدوية وعلاج ثانيا فالإحمال الحكومي ظاهر في البيت والحي وربما كبقية البلاد إلا من أصحاب النفوذ والسلطة